موسيقى مجهزون لأهم الأنباء من قناة طناص وحاياكم الله نفى مجلس البحوت والدراسات الشرعية بدار الافتاء ما يتناوله ناشطون عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور فتوى من الدار تدعو سرايا ثواري في الجبهة الشرقية للقتال بقيادة وزير الدفاع المفوض المنشق عن مجرم الحرب حفتر مجلس البحوت وفي بين الله الخميس أكد أن دار الافتاء ليست هي من تختار قادة الثوار بل هم أجدروا بذلك إذا ما اتفقوا على قيادة تقودهم في قتالهم هذا وشدد مجلس البحوت ودراسات الشرعية أنهوا على ثوار أن يكونوا حريصين في البلاد على إقامة حكم رشيدنا في ظل مؤسسات مستقرة تحقق الأمن والعدل في البلاد أفد مركز سرايا الإعلامية الجمعة باندلاع اشتباكات بين قوات مجلس شورة ثواري بنغازي وقوات مجرمة الحرب حفتر بشرع شجرة في منطقة القوارشة المركز أضاف أن قوات مستهنف التجمعات لقوات حفتر وكانت إصاباته مباشرة ومضيفا أن الاستداف أسفر عن مقتل عدد من قوات حفتر وجرح أخرين حيث شهدت مدرعة تحاول انتشال جثثهم من المنطقة يؤشر لنا قوات المجلس شورة ثواري بنغازي قد سيطرت الفترة الماضية على عدة تمركزات جديدة في محور القوارشة في المدينة قالت العضو المقاطع للبرلمان المنحل حنان شلوف أن الجميع في الداخل والخارج أيقن بأن الاتفاق الموقع في الصخرات قد وصل إلى طريق مزدود ورجحة تراجع دعمه من قبل بعض الساسة شلوف في مقابلتنا التلفزيونية ذكرت أن اتفاق الصخرات يحمل الكثير من الإشكالات والتي تسببت في خلق فجوة بين المنطقتين الغربية والشرقية ومضيفة أن من أكبر الإشكالات التي يحتويها هي موضوع السيارة والشرعية الإسلامية ومؤكدا أن المعارق للأساسي الاتفاق هم فرنسا ومصر وروسيا الذين يدعمون الاتفاق في الظاهر فقط قالت كلوديا جزيني محللة شؤون ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية قالت أن فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية قد يتسبب في تراجع دعم بلاده لدعم الرئاسي المقترح كلوديا في تصريح لوكالة رويترز أوضحت أن الإدارة الأمريكية هي أكبر مشجع لرئاسي المقترح في الوقت الحالي حسب وصفها ومضيفة أن الإدارة الجديدة ربما تكون من الدعمين الأساسيين لمجرم الحرب حفتر يوشار إلى أن مجموعة الأزمات الدولية سابق ونشرت تقريرا حول وضع المجلس الرئاسي المقترح والاتفاق الذي مبثق عنه وصفة نجاها بالوصول إلى طريق مسدود نظم أهل مدينة درنة وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة في مسجد الصحابة أدنوا من خلالها ما تتعرض له مدينة درنة من حصار خانق مفروض وأوضاع معاشية صعبة هذا ونشد الأهل الجهة المسؤولة المختلفة بالنظر فيما آلت إليه أوضاع المدينة وما يعنيه المواطن جراء سياسة الحصار التي تمارسها قوات ما يعرف بي كرامة ورفع المتظاهرون شعرات تطالبوا بالإفراج عن أبناء المدينة والذين تعرضوا للاعتقال والإخفاء القصري وفي قبر الناخير حيث شهدت شوارع القهرة إجراءات أمنية مشددة عشية الدعوة إلى مظاهراتنا اليوم الجمعة التي دعت لها حركة غلابة وقوى معارضة للنظام السيسي العسكري ولوحظ وقوف رجال شرطة ملثمين في عدة مناطق القريبة من ميدان التحرير إلى جانب عناصر الشرطة السرية فيما تسلم الجيش حماية عدد من الأقسامة في عدد من المناطق ومنها منطقة كرداسة التي شهدت عدة اقتحامات من قبل جانبه وعتبر القيادية في جبة الإنقاذة مجد حمدان أن النظام يعيش حالة رعب حقيقية وهو ما يبدو من دعر أذريعته الإعلامية واجتماعات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكررة مع القيادة الأمنية إلا أن حمدان يتوقع أن تكون المظاهرات ضعيفة جدا ختام الموجز إلى اللقاء